تعالوا نتأمل حديث رسول الله سلم لما جاء حنظلة الأسيدي وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيقول إيه لقيني أبو بكر يقصد سيدنا أبو بكر الصديق فقال كيف أنت يا حنظلة قال قلت نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي العين يعني شايفنا كأننا شايفين الجنة والنار فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا إيه فكل عندنا نسينا بقى الجنة والنار والجمال اللي احنا فيه قال أبو بكر فوالله إننا نلقى مثل هذا لنزيك فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا وماذاك قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي العين فإذا خرجنا من عندك عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا فقال الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لا صفحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة وحضرت النبي كرر ذلك ثلاثة حضرت النبي عايز يعلمنا إيه من هذا الحديث البديع هو بيقول لنا إنكم مش هتقدروا تكونوا كده على طول أو حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول لهم إنهم ما يشعروش بالرفض للحياة فبيعلمنا إن المقصود مش دوام الحال هو المقصود البقاء مع الله فإحنا مش بنطلب الحال إحنا بنطلب إن احنا نكون عبيد لله في ساحة مولانا زي ما كنا قلنا إن احنا مش بنطلب الرصيد لكن بنطلب أن يقبلنا الله في ساحة العبيد كذلك نحن لسنا عبيدة الحال لكن نريده أن نكون عبيداً للمولى المتعال فإحنا عبيد لله مش عبيد للحال وعشان كده إيه اللي بقوله ده لأن كتير من الأحيين لما الإنسان بيطلب أنه يبقى في الحال ده على طول ويدوم الحال عليه نفسه الأمرة بالسوق تعمله فخ إيه الفخ اللي عنده وتفضل معلقاء بهذا الحال ويعتبر أن الحال اللي جاية لما الحال ده يتغير يبقى الحال دي يتمش من الحياة ويفقد نعمة ربنا اللي هي نعمة الحياة مع أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أن الحياة بيطولها وبعرضها بأحداثها وبأحوالها المتغيرة والكتيرة كلها محل نظر الله سبحانه وتعالى وكلها محل للعبادة فإذا كنا في عبادة أو كنا في البيت أو كنا في الغيط أو كنا في العمل أو كنا في أي حال حال بسط وسرور أو حال قبض وحزن كلها أحوال مش مقصودة في ذاتها وعشان كده دوام الحال من المحال لكن المراد أنك تبقى على كل حال عبدا للرحيم المتعال هو ده المقصود وهنا بقى يظهر بقى جمال صياغة الصالحين لمعاني مهمة في حياتنا زي صياغة سيدنا بن عطاء الله أسكندري لهذا المعنى الجميل عندما يقول لا تطلب منه أي من الله أن يخرجك من حال ليستعملك فيه ما سواه فلو أرادك لاستعملك من غير إخراج يعني عايز يقولك إيه ما تطلبش حال عجباك ومشايف أن هي الحياة كلها ومفروض تكون على الحال ده ولكن إيه اللي حاصل؟ خليك من أهل التسليم ومن أهل مدوامة العمل على كل حال واللي ربنا سبحانه وتعالى عايزك تكون فيه هتكون فيه حتى لو أنه أراد أن يخليك يوصلك للحال اللي أنت عايزه في نفس الحال اللي أنت فيه ده يعني كن مع الله ماذا؟ تكون عبدا في كل الحياة يقولك كده كن مع الله تكون عبدا في كل الحياة وعشان كده لازم نرجع رغبتنا في استدامة الحال لازم نرجع عليه لأن استدامة الحال مش بس في العبادات لكن في كل أرجاء الحياة وعشان كده هتبقى كل إنا صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لو طلبنا استدامة الحياة دي من الذي سيعمر؟